بسم الله الرحمن الرحيم أهلا وسهلا بكم متابعي الكرام فيديو اليوم يخص طلاب الثالث المتوسط والذين يبحثون عن المعاهد والإعداديات التي تقبل خريجين الثالث المتوسط أعزائي الطلاب هناك عدة معاهد تقبل خريجين الثالث المتوسط والتي منها محل المفوضية مدة الدراسة في المعهد سنتين الراتب أثناء الدورة 650 ألف دينار الراتب بعد التخرج يصل للمليون وأربعمائة ألف دينار يحق لك بعد التخرج التقديم على الكلية العسكرية المعدة البنطلوب كحد أدنى ستين المعهد موجود فقط في بغداد ويتم التقديم عن طريق بوابة وزارة الداخلية الألكترونية معهد الفنون الجميلة وينقسم معهد الفنون الجميلة إلى عدة أقسام ومدة الدراسة فيه خمس سنوات معهد السياحة والفندقة من ضمن شروط القبول في المعهد أن يكون المعدة للمطلوب ستين فما فوق ومدة الدراسة ثلاث سنوات وخريجي هذا المعهد يقبلون في كليات الإدارة والاقتصاد قسم السياحة والفندقة معهد النفط المعهد موجود في كاركوك فقط المعهد أهلي وليس حكومي انتباه رجاء المعهد أهلي وليس حكومي مدة الدراسة خمس سنوات التعيين ليس مركزي معهد التمريض للبنات مغلق حاليا كذلك معهد المعلمين مغلق حاليا معهد الحرف والفنون الشعبية وهو معهد تابع لوزارة السياحة والآثار ومدة الدراسة فيه خمس سنوات وهو أهلي وليس حكومي معهد البحري للذكور مدة الدراسة فيه ثلاث سنوات وشروط القبول في مركز التدريب المهني البحري هيك الآتي واحد أن لا يقل عمر المتقدم عن 15 سنة ولا يزيد عن 20 سنة أن يكون مستوفيا لشروط السلام الصحية وفقا للضوابط المعتمدة من مديرية الخدمات الطبية ثلاث أن يكون حاصل على شهادة الدراسة المتوسطة وأن لا يقل معدله عن 65% أن يجتاز فحص اللياقة البدنية والاختبار النفسي والذكاء الخاص بالأكاديمية خمسة التقديم خلال شهر التاسع إن شاء الله موقع المعهد البصرة 500 لا يوجد في باقي المحافظات في البصرة فقط ما فيما يخص الإعداديات اللي مفتوحة لطلاب الثالث المتوسط أولاً إعدادية التجارة وتلقسم إعدادية التجارة إلى عدة أقسام والأوائل في المعهد ينقبل كلية العدارة والاقتصاد أعدادية الفنون التطبيقية وتنقسم إعدادية الفنون التطبيقية إلى عدة أقسام وينقبل المتخرج في كليات الفنون أعدادية الحاسوب وتقنية المعلومات وتنقسم أيضاً إلى عدة أقسام الأوائل في المعهد ينقبلون كلية هندسة حاسوب أعدادية الزراعة وتشمل أعدادية الزراعة قسم واحد وينقبل في كلية الزراعة أعدادية الصناعة موجودة في كل المحافظات للبنات وكذلك البني يحق للطالب التقديم عليها توضيح للطلاب خاصة بأعدادية الصناعة الأقسام تفتح على ضوء الأعداد الموجودة فيها مثلاً صيانة الأجهزة الطبية من الناجحين يرحون هندسة كهرباء وتنقسم أعلى نسبة 10% من الناجحين يرحون هندسة كهرباء ونفسهم هندسة الكترون وهندسة ميكانيك وهندسة حاسوب ومعدلات 80% لا ننسى لهم قبولات في كليات مسائية وأهلية وكذلك معحد نفط 5% لخريجي قسم البتروك مياوي وبالتوفيق إن شاء الله لكل طلابنا وظالباتنا الأعز